بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادسة الابتدائي في هذا الدرس درسنا اليوم موجود بصفحة 60 مثل ما تلاحظ أمامك الوحدة الخامسة الدرس الثاني صفحة 60 وحدة خامسة الدرس الثاني طبعا درسنا مهم جدا جدا نجد ما تصور يجيك سؤال هذا بسؤال الأول يعني أول سؤال هاي قطعة تجاه ديها زين هاي تجيستان على شكل أسئلة مثل قطعة وسام لو تجي صح وخطأ مثل قطعة هان وفرح على سبيل المثال لا تجي صح وخطأ مثل ما تلاحظ أمامك هنا عندك يس و نو أوكي يعني صح لو خطأ فهذين الخمس أسئلة ان شاء الله راح نشرح لك القطعة وترجم لك ياهو فهمك ياهو بعدين نجي نشرح ذن الخمس أسئلة عليها وأيضا هذا التمرين هسا راح نجي عندي كلمة معناها الماضي ذي باست معناها الماضي لسن يعني اصغيلي أنا راح أحتيه وبعدي انت بعدين انت قراه لوحدك حتى شي تسوي حتى تحسن قراتك تتهجأ وتقرأ وتتعلم نجي الأول شيء اللي هو تليفون تليفون اللي هو الهاتف تليفون معناها الهاتف مثل ما تلاحظ هذا اللي احنا جنا نسوي أوكي وهذا يجدك أن أود تليفون يعني تليفون قديم كان بهاي الطريقة أوكي مني بيبول العديد من الناس هالد ساعدوا توميك أن يجعلوا ذيس انفنشن هذا الاختراع باسيبول ممكن يعني العديد من الناس ساهموا بأن يجعلوا الهواتف من الممكن يعني اختراع ممكن أوكي يعني موجود في عام الف وثمانمائة وستة وسبعين إنه كان السيد بيل إذن هسا اللي اختراع الهاتف هو السيد بيل هو ماد الذي صنع الأول أول هاتف مفيد اللي هو صنع مستر بيل إذن مستر بيل بهذه السنة الف وثمانمائة وستة وسبعين اختراعنا وصنعنا أول هاتف طبعا نجي شنوه الهاتف 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 يعني هو عبارة عن وسيلة للتواصل عبر المسافة يعني تتواصلوا مع الأقارب مع الأصدقاء عبر المسافات عن طريق التليفون فهذا بالنسبة بالنسبة للتليفون هذا اختراع التليفون اختراع مستر بيل الف ثمانمائة وستة وسبعين اللي اختراع مستر بيل راح نروح نشوف الكورز شنو استاذ الكورز يعني السيارات مثل ما تلاحظ هنا أنا هو راح يسير لك سوال يقول لك ألا تعتقد إنه هذي مثل البايسيكيل مثل الدراجة الهوائية راح نجي الناس لم يتفقوا يعني ما تتفقوا لحد الآن عن شنو عن هو من اختراع من اختراع السيارة يعني لحد الآن ما متفقين من هو اللي يختراع عننا السيارة أو أو طبعا اسمها اسم السيارة لها ثنين اسمها يا أما تقول كار يا أما تقول أوتو أوتو مابل اللي هو شون نقول الترق الأوتوماتيكي أوكي أوتو مابل فإذا سمعت كلمة أوتو مابل معناها كار وصلت الفكرة كلمة كار معناها أوتو مابل شون بالنادل إذا تذكروا ياي كلمة شيف إني معناها شنوى معناها طباخ مثل كلمة كوك بالضبط نفسش وصلت الفكرة فهسا أوتو مابل نفس كلمة كار But هسا نرجع عنه But لكن We can يمكننا Probably محتملا Say بأن نقول يعني ربما أن نقول That بأن The key inventor اللي هو مفتاح الاختراع يعني محتملا نقول مفتاح الاختراع يعني من هو Was Mr. Penz Mr. Penz هو محتملا يعني عندنا الرجل واختراع عنا شنو He made هو صنعة He made هو صنعة The first true automobile أول سيارة شوف قلت لك Automobile معناها سيارة حقيقية In 1885 In 1885 أو 18 أو إلى نقول هنا هذه إلى 1886 يعني عام 1885 أو 1885 وعام 1886 خلال هذه السنة اختراع عنا السيارة أو صنع عنا السيارة الحقيقية بعد هي لك هنا يقول لك Her is the first car طبعا شل منه اختراحها Mr. Penz خليها ببالك Her is the first car هذي تبي الصورة المامريكية أو السيارة يقول لك هل تعتقد أنها تشبه الدراجة الهوائية؟ هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لاختراع السيارة أوكي؟ اللي خلي نقول مهتمنا الاختراع عنا Mr. Penz في عام 1885 وخمسة وثمانية ألف وستمية ألف وثمانية وستة وثمانية هذا بالنسبة لك راح ننزل قليلا راح ناخذ الكمبيوترز كمبيوترز يعني حواسيب هذا شوي هنا عندي مفردات شوي صعبة بهذه القطعة يعني يعني اعتذر لو بدي شوي قليها أبسط بس شوي صعبات بس التسلة ان شاء الله There have been inventions هناك اختراعات to help calculation calculation معناه الحساب شي ساعد لي بالحساب بصد الفكرة هس ساعد لي أول شي بالحساب مثلا عندك plus هو الزار minus هو الناقص multiplication multiplication معناه ضرب division اللي هو القسمة فهذا اللي هن نصيح calculation العمليات الحسابية فشي يقول هذي الانبنشن هاي الاختراعات لي هالحواسيب راح تصير to help تساعد calculation اللي هو الحساب الحساب شنو plus plus يعني زاد minus يعني ناقص multiplication معناه شنو معناه ضرب والديفيجن معناه قسمة four thousands لآلاف of years تساعد لآلاف من السنوات يعني هاي الاختراعات ساعدنا الآلاف من السنوات خلينا نشوف in the eleventh في in the eleventh century في القرن الحادي عشر في القرن الحادي عشر البايروني بايروني شخص شخص اسمه البايروني بايروني بايروني شخص خلينا ببارك هس اتخذت مثلا باختراعات الهواتف اخذت عدك مثلا مستر بيل باختراعات السيارات اخذت مستر بينز هنانا عندك البايروني 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 الفايموس يعرفه اليك يقولك الفايموس ماثمتيشيان شوف هاي كلمة ماثمتيشيان شوية شبيرة عليك بس يلا فهاي الفايموس معناه مشهور ماثمتيشيان يعني رياضي يعني شنه رياضي يعني عالم بالرياضيات بالحساب يفهم بالرياضيات فهذا البايروني هو الفايموس ماثمتيشيان شبيه ماد صنع مني امبورتنت العديد من البورتنت كالقليشينز الحاسبات المهمة الحاسبات المهمة فهذا البايروني اخترى عنا صنع عنا العديد كالقليشينز خليها بالك معناها حاسبات مهمة فهذا شغلة البايروني بعد نكمل يقل لك مني أذرز العديد من الآخرين فالاو هم تبعو يعني يجا وراء فالاو يتبع تعرف فالاو يتبع فالاو هم اتبعو بط ات از مستر لكن مستر بابج السيد بابج شبيه هذا ان انجناء يعني شنو انجناء اخذتها بالوحدة الاولى يعني معناها مهندس ان انجناء معناها مهندس يقي next up اليوم اليوم لن تني план اليوم بقطنا المعاصر اليوم بcu Julio احنا ندعو نصيح له birthлаг الى الى ابو الحواسيب ابو الكمبيوتر ابو الحاسوب احنا نصيح له ابوลحاسوب شون يجيك مثلا يلي ياخذك لدرس الرياضيات الصح Belle الى الى عخذك للدرس انجليز الصح Belle والانجليزي ام 0 الفنية ولفنية فهذا ابو الحاسوب لكن مع ذلك كانت ميسيز لابليس شبهها هاي ميسيز هاي كم شخصية صارت عدك صارت عدك أول واحد اللي هو هذا والبابتش اللي هو الان انجينير واللابليس خنشوف شنو شغلها هاي السيدة لابليس اناذر ميثمتيشين اللي هي عالمة رياضيات أخرى فهاي اناذر أخرى ميثمتيشين يعني عالمة رياضيات هو سو التي رأت يعني شان رأيها رأت سو رأت ذات بأن الكمبيوترز بأن الحواسيب الحاسوب كود دو يمكن أن يفعل مور دان جاست كالكولايت يعني يفعل الكثير أكثر من الكالكولايت اللي هو الحساب يعني ضرب وقسمة صح هساني هذا الشغل اللي قاعد اشتغلها الساعة الحاسوب لا ضرب ولا قسمة ولا جمع لكن شنوه على الحاسبة فهذا رأيها السيدة لابليس إنه تقول الحاسوب أو الكمبيوترز الحاسبات يعني شغلها مبزاد وناقصوا قسمة وضرب لا بعد أكو أشياء أخرى وفعلاً الحاسوب يدخل في عدة مجالات الطب والهندسة والميكانيك سيارات كل شيء يدخل بها حالياً الحاسوب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقطعة هذه تجيك بالسؤال الأول تدير بالك عليها وتجيك على هيئة true or false هسا راح اروح oh sorry yes or no yes or no هسا راح اروح لنا نشرح اليس ونو وراح افهمك عليهم وحدة وحدة إن شاء الله هسا نجي the invention يعني الاختراع of the first useful telephone اختراع أول هاتف مفيد came جانا إن يا سنة احنا يا سنة 1876 هناش كاتب لك ياها 1867 1867 وهذا الشي خطأ إذن هنا لازم انت اش تكتب ليه تكتب ليه اش تكتب ليه تعلم شون تكتب no تعلم شون تكتب yes إذن هنا الإجابة no شوفانو خليك خط على اليمن على no فهو الاستاذ بالامتحان يقول لك تكتب لي yes و no لا تخلي ليه تكتب بسات الفكرة بس بالكتاب تكتب حتى تكتب اوكي number two هسا نجي إذا شفت كلمة telephone بالسؤال الأول او شفت رقم 1867 اكتب له اش تكتب له اكتب له بسات الفكرة زين الاستاذ حاب شوية يغير بيه المفروض هو ما يغير نفس ما موجوده يطيك ياه حتى ما يصعب عليك بس خاف يغيري على استاذ استاذ علي اتقلت اذا شفت 1867 خلي خطر اي خلي خطر زين وذا الاستاذ يكتب لك 1876 يعني يكتب لك يا هي صح لازم وين يصير يصير هنا وصلت الفكرة خاف الاستاذ يغير ذك أنا ما وصلت الفكرة نجي نجي لكلمة ثانية او النقطة الثانية the word كلمة word كلمة automaple automaple is another word هي كلمة اخرى for car للسيارة يعني هذه automaple لها علاقة بمن بالcar يعني اثنين نفس الشي اذا قلت automaple معناها سيارة واذا قلت car معناها سيارة الاجابة yes الاجابة yes 3 the car was invented اخترعت السيارة more than 150 years ago يعني اكثر من 150 سنة الاجابة خطر الاجابة خطر تقدر تقول لا 132 سنة او تقدر تقول من 1885 لحد 2018 على سبيل المثال وسط فكرة او لحد 2021 والزود وسط فكرة number four طبعا هسا الاجابة هنا no اذا شفت 150 اكتب no 4 the car was invented before the telephone انه السيارات اخترعت قبل الهواتف السيارات اخترعت لو ترجع للتواريخ رح تشوف ترجع للتواريخ رح تشوف لا الهاتف اخترعوا قبل منه قبل السيارة يعني الهاتف يا سنة 1876 مثل ما موجود هنا انذا صحح هنا سيب 76 اما السيارة لا 1885 فهنا الاجابة رح تشي تكون عزيز الطالب رح تكون no ليش ان التليفون قبل التليفون قبل السيارة خليها بالا عدك هنا 5 plus 8 minus 3 equal يساوي 10 اش تعتبر هاي تعتبر عملية حسابية is a calculation تعتبر عملية حسابية الاجابة شنو الاجابة يس وصلت فكرة هسا تجي تتلاحظ تدرس وتحاول تفهم عندك اول واحدة no ثانية واحدة يس ثالثة no رابعة no والخامسة يس هذا بالنسبة المن بالنسبة الحل هذا التمرين اللي يجي هو نفس يجن بالوزاري اذا بالوزاري وزاري وزاري حكومي من تبتح يجيب لك نصا بالضبط ما يغير به اما استاذك بالمدرسة المعد المالتك ما عرف بعد يغير نفس المال العمل نكمل نجيل هذا التمرين من تبتح من تبتح من تبتح اكمل الجمل باستخدام الوزاري باستخدام باستخدام المفردات الموجودة بالصندوق أو بالصناديق هاي المفردات الملونة طبعا هو حالك يازي هنستاذ تجي بالإمكان تجي ويقل يلا order reorder قعد ترتيب أو يجيب نص مثل هذا ويقل يلا كملي الجمل باستخدام ذن المفردات اللي موجودات بالصندوق فمن الممكن نيجي فهذا هو هاي منها many people held to من النال هنا هو كاتب لك تجي تجي ترتب هذن الكلمات اللي بصنا عندي أول واحدة هو مرتب لك جايب لك invent خليها بعدين the the بعدين telephone ف invent the telephone العديد من الناس ساعدوا في افتراع العاتف نيجي نمبر two Mr. Benz Mr. Benz هو اللي يخترع عنا السيار فنقول Mr. Benz made the هاي the بعدها first هاي first بعدها core هاي core بعدها in هاي in وهاي sene 1885 1886 number three alberioni alberioni شنو في المه هذا اللي يخترع عنا أو عالم اللي رياضيات أوكي اللي يخترع عنا calculation اخترع عنا عمليات الحسابية أو الحاسدة الشي نجي البايروني was a mathematician عالم رياضيات who lived الذي عاشد بعد high in in the the 11th high 11th century century يعني بالضبط انت تجي تلاحظ شون عنه مسطرهم انت تحفظهم بالضبط a رح يجي هنا يعرف لك a mathematician is a person يقول عالم الرياضيات هو الشخص who may calculations هو الشخص الذي يقوم بالعمليات الحسابية أو هو الذي صنع عمليات الحسابية وصلت الفكرة calculations بعد s هنا هذه تنقلها ننقلها نصب طبعا هذه s تكتب لانت s هنا آن ننسيت 5 people often call mr poppage عادة الناس أو غالبا الناس يصيحون mr poppage أو الحواسيب فش نقول the father of the computer وتلاحظ نصا اني جايبهم طبعا هذا الحج كله موجود وين صفحة 61 لحد لنا انتهت درسنا لهذا اليوم اللي هو الدرس الثاني من الوحدة الخامسة أحد الدروس المهمة جدا جدا انتظرونا في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته